موسيقى خبراء في اقتصاديات الثروة المعدنية يدعون الى ازالة التقاطعات بين المركز والولايات واعتماد مبدأ شفافية في نظام التعديل الاتفاع منسوب بمياه نهر الجاش يتسبب في انهيار الفين منزل بمحلية شمال الدلتا ونداء لغاثة المتضررين انخفاض انتاج اوبيك بلس لنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا يفاقم ازمة الطاقة العالمية موسيقى موسيقى المشاهدون الافاضل عبر قناة السوداني 24 والمستمعون الكرام عبر ايضاعة السوداني 24 على الموجة 93.6 FM السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في الحدث الاقتصادي والذي نستهله بحزمة من الاخبار المحلية الاتحادية ونناقش في ملفه اليوم تحويل مشروع الجزيرة الى هيئة عامة ونقدم بعده طائفة من اخبار الولايات وثم نختم الحدث بحزمتين من الاخبار الاقليمية والعالمية وفي اخير كالعادة تذكير باهم العناوين موسيقى دعا خبراء في اقتصادية الثروة المعدنية الى ازالة التقاطعات بين المركز والولايات فيما يتعلق بالمقالع والمحاجر وقال المدير العام الاسبق للهاية العامة للابحاث الجيولوجية دكتور يوسف السمان يوسف خلال ورشة صادرات الثروة المعدنية قال ان التحديات التي تواجه قطع التعدين في البلاد هي عدم مواكبة نظام التعدين المطبق حاليا والذي قال انه لا يتماهى مع تحولات الاقتصادية العالمية بالاضافة الى عدم وجود شفافية في بعض احكام نظام التعدين خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية والصادر وفي الوقت ذاته طالب الامين العام لشعبة ذهب عبد المولى الجدال بتسهيل عمليات صادر الذهب والغاء الرسوم المفروضة لمكافحة تهريب الذهب وخروج شركات الحكومية من القطع كما طالب بنظام النافذة الواحدة لافتا الى ان المعاوقات التي تواجه القطع تتيح لضعاف النفوس العمل على تهريبه وصف المدير العام للشركة السودانية للمارد المعدنية مبارك اردول تحقيق شبكة CNN حول تواطئ روسيا مع القادة العسكرية بالسودان لتهريب ما تساوي قيمته مليارات الدولارات من الذهب بغير الدقيق وقال اردول في منشور على فيسبوك ان تقرير CNN فقير وضعيف وغير دقيق في بعضه وارقامه مضخمة واوضح ان التقرير جاء في اطار محاولات اقحام السودان فيما يدور بين روسيا والغرب وكانت شبكة CNN الامريكية نشرت تحقيقا استقصائيا اكدت فيه ان روسيا تنهب الذهب من السودان لتمويل حربها في اوكرانيا مقابل دعم سياسي وعسكري لمجلس السيادة الانتقالي واكدت تقرير ان عمال مناجم الذهب في السودان يعملون لصالح مرتزقة فاغنر الروسية عبر جلب الصخور التي يستخرجونها لمعالجتها ويتم انتاج 85% من الذهب الروسي في السودان حرفيا وقال التحقيق ان مصنع ميروي جولد لمعالجة الذهب التابع لفاغنر نشط جدا في تصنع الذهب في السودان رغم وجود قانون سوداني يقصر ملكية مثل تلك المصانع على السكان المحليين وقالت الشبكة انها تأكدت ان عميلا واحدا على الاقل رفيع المستوى من فاغنر اشرف على عمليات في مواقع تعدين الذهب ومعالجته في السودان في السنوات الاخيرة واوضحت مصادر محلية ان نحو 90% من انتاج الذهب في السودان يهرب الى خارج البلاد اي ما يقرب من 13 مليار و400 مليون دولار قال مجلس ودارة شركة السكر السودانية ان وزارة المالية وافقت على انشاء محفظة لتمويل مشروعات الشركة واوضح المدير العام للشركة جاد الرب خالد احمد عقب اجتماع مجلس الادارة ان المجلس استعدل انشاء محفظة التمويل والسعي العاجل لانشائها مع بنوك مختصة وذلك بعد موافقة وزارة المالية ومخاطبة بنك السودان بتكوينها في هذا الظرف الاستثنائي واوضح ان المجلس وافق على تكوين لجنة من مجلس الادارة لمراجعة الهيكل الاداري للشركة واختيار قيادين من دوي الخبرة والكفاءة لتولي قيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة وانتشالها من حال التدهور والازمة المالية التي تشهدها مشيرا الى موافقة مجلس الادارة على تحسين شروط الخدمة للعاملين بجانب منح المدير الحالي صلاحيات كاملة لتنفيذ كل المهام واكد المدير العام على تأمين استحقاقات مزارعي مصنع سكر الجنين وكشف عن قيام وزير الصناعة بتحديد عدد من الخطابات لبنك السودان ووزارة المالية بخصوص اعتماد الضمانات تراجع سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية اليوم السبت فيما سجلت ارتفاعا طفيفا عند البيع في البنوك وبلغ سعر الدولار لدى البنوك 567 جنيها للشراء و 571 جنيها للبيع بحسب بنك الخرطوم فيما تراجع سعر الدولار لدى السوق الموازية عند مستوى 568 جنيها وسجل سعر اليورو 587 جنيها للشراء و 591 جنيها للبيع فيما سجل سعره لدى السوق الموازية نحو 580 جنيها وسجل سعر الريال السعودي لدى البنوك 149 جنيها للشراء و 148 جنيها للبيع فيما بلغ سعر الريال السعودي في السوق الموازية نحو 149 جنيها وبلغ سعر الدرهم الأماراتي لدى البنوك نحو 154 جنيها للشراء و 155 جنيها للبيع فيما جاء سعره لدى السوق الموازية نحو 155 جنيها الحدث الاقتصادي مشاهدين متواصل وبعد الفاصل نقدم لكم ملف اليوم ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين مجددا نمازين نتواصل الحدث الاقتصادي وإلى ملف لهم حيث أعلن مزارعون مشروع الجزيرة رفضهم ومنهضتهم بشدة مشروع قرار تحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة زراعية وأكدوا استعدادهم للتصدي لأي قانين فوقية أو قرارات تعطل تطور ونهضة المشروع وحذروا من أن انهيار مشروع الجزيرة يمثل انهيارا للاتصاد القومي ودعوا إلى تكوين الجسم الرسمي يمثل المزارعين في المطالبة بحقوقهم ومتابعة قضاياهم الزراعية لمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو رئيس ممبر أحوال ومطالب مزارعي الجزيرة دفع الله الكهلي أهلا وسهلا ومحبا بك مرحب السلام أولا التحية لغناء السوداني 24 لإتاحة الفرصة لغضايا مشروع الجزيرة ومشروع الجزيرة مصري للسلسة الفغارية لإعدمات الاقتصاد السوداني لمعبر الدولة نعم نرحب طبعا في قلق واضح من المزارعين وانتعرض عن هذا القرار يعني مبدأين دعونا نعرف ماذا يعني تحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة زراعية يعني شنو هذه الكلمة يعني لماذا تسبب هذه الكلمة كل هذا الانزعاد يعني شنو الفكرة من مشروع إلى هيئة زراعية هذا الغرار انتبخ في مطبخ وزارة المالية بدون استشارة المزارعين حتى بدون استشارة إدارة مشروع الجزيرة نفسها ومسطلة في المحافظ ومجلس الإدارة في ظل غياب الجسم الشرعي للمزارعين بعد حل الحكومة وزارة المالية رفعت مخترح لوزارة الزراعة ولمجلس إدارة مشروع الجزيرة مخترح أن يتحول مشروع الجزيرة لهيئة زراعية فمشروع الجزيرة هو ملك حر للمزارعين 42% من 136 ألف مزارع في مشروع الجزيرة 42% هن أصحاب ملك حر في مشروع الجزيرة مشروع الجزيرة هو صاحة مؤسسة تتبع للدولة لكن ما من حق وزارة المالية تدخل في الأمر تحول مشروع الجزيرة لهيئة زراعية في ظل الحكومة الانتغالية لأنه الآن ما في مجلس تشريعي بالجزء غوانين أو يحول مشروع الجزيرة مشروع الجزيرة يمثل السلسلة الفغرية للمعارضة الاقتصاد الوطني مشروع الجزيرة لديه ملاك منذ استقلال السودان منذ استقلال السودان هذا السنة نحن سمعنا بأن وزارة المالية رفعت مخترح يتحول مشروع الجزيرة لهيئة زراعية إذا تحول لهيئة زراعية نحن منهضتنا للغرار دي أراضينا نحن أراضينا المنتفع منا وبنتفع منا السودان نحن نقف فيها خط أحمر ونتصدى للحاكومة في أي غرار هي اتخذته بدون ميلة تشريعية نعم يعني أنت في رأيك يعني مثل مثل التوقيت يعني في ظل غيابة السلطة التشريعية المقترحة ما مقبول يعني هل بعد وجود سلطة تشريعية ممكن يناقش مثل هذا الموضوع حتى لو في هيئة شريعية برجو للصوات العظم اللي هم المزارعين إنت الغانون ده أول هيئة إنت دار تحول لهيئة زراعية بتحول ليبنو بتحولوا بتطبق الغانون ده بتطبقوا على المزارع المزارع ما برضى لأنه ده ميلك ميلك حر لما إنت تحول لهيئة زراعية دار تدخل عملة لمشروع الجزيرة وتحولوا ملكا للدولة ونحن ما بنرضى الكلام ده إطلاقا على الإطلاق يعني آلية مثل هذه المقترحات بتكون بيعني تصويت المزارعين على مثل هذه القرارات أو المقترحات الآن جسم بمثل المزارعين الآن ما في كيف إتت جزليت غانون بتاع هيئة تحول مشروع الجزيرة لهيئة بدون استشارتنا نحن ليه ما في جسم نقابي مثلا أتحلم على الحكومة ونحن الآن مطالبين بجسم نقابي ليمثل اتحاد مزارعين الجزيرة يتكون من الغواعد والآن نحن شغالين فيه مع وزير الزراعة ومع مسجل الجمعيات نحن دائرين جسم تشريعي يجي من التقنط وبعشرين وبستة الآن نحن مطالبين بكي غياضات مزارعين إذا ما في جسم تشريعي التكيف كدولة جزلي حاجة داخل مشروعي نعم طيب لو مررت السلطات هذا القرار يعني في أي فرص لنجاح المشروع هذا القرار نحن السلطات إذا مررت الغرار دا نحن ما حنوافق إطلاقا على الإطلاق حنتصدى له زي ما الشرك أخذ حقه نحن حنأخذ حقنا زي ما الغريب أخذ حقه نحن حنأخذ حقه الوسط منذ استغلال السودان ولاية الجزيرة ولاية مسالمة دائما تنكسر لغرارات الحاكمة لكن في هذه الغرار دا أنا بعلنها كممثل لمزارعين الجزيرة نحن حنتصدى الغرار دا إذا الحاكمة ما تراجعت في هذا الغرار تحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة زراعية نعم بعض الاقتصادين الزراعيين يعني بيقولوا أنه بيحتاج مشروع الجزيرة إلى نظام هاجين يعني بين الشركة وبين الحرية الكاملة المزارع يعني بتعلق على هذا الرأي كيف يعني مشروع الجزيرة مزا سبع سنوات أنهار صراحة كده يعني في ظن غياب دولة طبعا في ظن غياب الدولة الدولة نصت مشروع الجزيرة وبقت شغالة بالصراع السياسي بقت شغالة بالصراع الكراسي بقت شغالة بصراع الشوارع فالدولة نصت نصت مشروع الجزيرة ومش مشروع الجزيرة فقط نصت كافة الزراعة بالسودان حتى الزراعة المطارية صح فدب عيغ باقتصاد البلد إنت ما عندك اقتصاد ما عندك اقتصاد هي السياسة حقتك ما عندك اقتصاد وين دعمك للاقتصاد مشروع الجزيرة بمسطر السلسل الفغارية لعماد الاقتصاد الوطني السنة الفاتت نحن منتجين 14 مليون جوال قمع والسنة دي أنتجنا بالرغم من معاناة وزارة المالية معنا وزارة المالية دي بدت معانا منذ الموسم الشتوي في المدخلات في غيابة لدعم البنك الزراعي لتمويل المزارع في غيابة لدعم إدارة مشروع الجزيرة نفسها المزارع في السنة دي مول من جيبه وانتجين تاجيها فاغضة 15 جوال قمع بالرغم من الحاكومة بعد أعلنت السعر التركيزي للقمع 43 هربت منه الآن المزارعين باعوا بي 27 و 26 ألف جنيه الآن المزارعين في الجزيرة عندهم قبن على الحاكومة قبن غير عادي يعني حتى تصدى لأي غرار إذا الحاكومة اتخذته بدون السشارة طيب لو الحكومة أصرت الخيارات المطروحة من المزارعين شو تتخيل شون هي الخيارات التي تقوم بها أهلا عرض يا أستاذ مزعب الأرض أنا أقول لك ملك لأننا لا ملك الحاكومة يعني دار عارف ردة الفعل الممكن نتصور ردة الفعل حتكون ردة فعل غير إيجابية على الحاكومة صراحة كده يعني حتكون ردة فعل قوية من 136 ألف مزارع الآن مزارع الجزيرة الآن القاعدة بتحكم الدولة زمان ويحكم الباش مفتش ويحكم المحافظ ده خلاص انتهى لأن مزارع الجزيرة يخرج الهندس والبكالاريوس والطب والهندس الدولة ما وفرت لهم وظائف عشان هم اشتغلوا فيها الآن شغالين في حواشات أبواتهم الآن مزارع الجزيرة مزارع الآن حضري ما زي المزارع الزمانة اللي بتحكم الدولة مزارع الجزيرة الآن ممكن اطلع تصدى لأي غرار طيب المزارع المستنير ده زي ما أنت بتوصف يعني لأي ما قدر يكون جسم لغاية تستيقى نقابي ودافع عن نفسها الدولة هي المعطنة المسائل دي الدولة هي المعطنة المسائل دي الدولة سياستها سياستها إنه بتحل لها الجسم من زي السنة لمزي الليلة التسييرية لاتحاد المزارعين حلتها بدون استشارة المزارعين بالرغم هي فيه اختلاف الرائع عليها لكن برضو في النهاية جسم تشريعي الآن الدولة لازم تخلي مشروع الجزيرة كمؤسسة تابعة لمنتجين فتخلي الخبز لخبازه يعني ما تدخل في كافة القهات الآن الدولة أنا بقول لك ما عندها دعم لمشروع الجزيرة كم تدخل في غرارات أنا بحترم لها غرارات شنو؟ ما هيعترم لها غرارات أنا زمان لما بحترم لها الدولة وعندها غانون صح أنا الدولة قاعد بتوفر لي التمويل بتوفر لي كانت التحضير شركة دال أنا بكون قاعد في بيتي في الصيف بتي شركة دال بتحضر المشروع كله الجازلين الليلة الآن رفع الدعمي عن أي حاجة لا ده أثر أثر يعني على زراعة الآن المزارع بيبيع بقرة بيبيع حمار بيبيع كل ما يملك عشان يحوله لينتاج أكلبه نفسه وأكلبه الدولة الآن المزارع في الرغم من الظروف دي مقابد مقابد كده مقابد ما عمله مع الدولة شغال صارع في الدولة والدولة بالصارع في المزارع ده منطق ده منطق اقتصاد طب تصارع فيه لها أدعمه الليلة تعشوف تركيا تعشوف روسيا يعني هل تعشوف الدولة البرة دي كيف بتدعم الزراعة؟ نظنوا يا سيد روالله يعني موضوع الجسم المفروض يتكون يعني النقابدة يخيل لي ممكن تجاوز الحكومة فيه تقريباً يعني كان جسام نقابية يعني عشان هو يكون عندك خيارات لا أو ضغطة أكثر على الحكومة نحن ما حنتجاوز فيه الحكومة لأنه في النهاية الحكومة هي الغانور هي عندها السلطة اللي ممكن تساعدك في التكوين الجسم طيب ما هي الحكومة ممكن تتجاوزك في القرار ده يعني ما هي مصرة عنها تنشئها يا لو أصرت أنت خياراتك ما لا تكون لك جسم مش كده؟ أنا لازم يكون عندي جسم جسم نقابية نبو التلك من التقنة وبعشرين للكنار لبستة لحد إصل مكتب إدارة مشروع الجزيرة مكتب اتحاد المزارعيين يعني جسم يكون من الغيط ما جسم يكونوا في ديوان ولا يكونوا في فراسة مجلس الوزراء ولا يكونوا في القصر الجمهوري جسم يكون حقيقي من المزارعين طيب نمشي لقانون 2022 الخاص بمشروع الجزيرة في أنباء يعني عن هذا القانون هل تم طرحه للمزارعين؟ قانون 21 وليس 22 21 الآن قانون 21 قانون تحت الطرابيزة أنا بقوله بصريحة العبارة قانون تحت الطرابيزة في وزارة الزراعة وفي مجلس وفي إدارة مشروع الجزيرة الآن الغارون ده في أشخاص محددة فيها محددة هم ما صعب مصلحة صراحة كده يعني ما صعب مصلحة الآن فيها محددة هي شغالة بتجيز في غانون 2021 ونحن بنوصل رسالة للجهة المحددة أي غانون اللي يمنون جهة؟ يعني؟ جهة محددة جهة عندها مصالح شخصية قد تكون بتجيز في الغانون؟ بتجيز الآن في غانون 2021 لأنه فيه شنو؟ الغانون ده لأنه فيه بنود بتخصهم هم وممكن الواحد انتفع منه بدون انتفع منه المزارع بدون تنتفع منه الدولة نحن غانون 2021 ده هنتصدى له تصدي زي ما تصدينا وطلعنا للغرار بتحويل المشروع لهيا الغانون الآن تحت الطرابيزة والآن هو في وزارة الزراعة ما بين وزارة الزراعة ووزارة المالية وما بين إدارة مشروع الجزيرة نفسها نعم وما بين جيها معينة ومن فيها معينة الآن الغانون ده أي غانون دار تعمله انت في مشروع الجزيرة لابد انت امرروا على السواد الأعظم المزارعين تدعم الكامل السودات تدعم الكامل ويرش حتى بعد ذلك تجاز غانون وتناغش فيه ما في غانون بتجازليك ولا الآن غياب السلطة التشريعية ولا في مجلس تشريعي نعطي الجزء لقانون يعني ما تم طرح على المزارعين الغانون نعم يعني ما تم طرح على المزارعين ما تم طرحو حتى لو تم طرحو أو لو المزارعين حتى تم طرحو اليوم في ويرش ووافقوا عليه وانه المجلس التشريعي بجاز لقانون في ظل الحكومة الانتقالية يعني ما ي suspicion حدث في ظل الحكومة الانتقالية المفروض يحصل شنو يعني طيب ما في سلطة تشريعية المفروض يحصل لابد يكونوا جسم في غيابة السلطة التشريعية يكونوا جسم جسم مزارعين عشان هزاتوا في مجلس الوزراء أو في الغصر الجمهوري يناقش غضايا مشروع الجزيرة الآن نحن في الموسم الصيف السابق وفي الموسم الشدو السابق عانينا زي ما عانينا الحكومة أكون تتفرج حتى غرارات التخصات اللي أنا في غرارة سعر التركيزي للجمه حربت منه نحن زعلانيين الحكومة الآن نحن مقبولين منها قبل غير عادي واضح طبعا طيب سريعا فيما يتعلق بالموسم الصيفي يعني ده نعرف حجم المساحة المزروعة في هذا الموسم حجم المساحة المزروعة الجزيرة تتسع بـ 2 مليون و 2 من 10 فدان فيها 1774 ترعة رئيسية فيها 136 ألف مزارع أنا في الحلقة الفاتت أشرطاليك قبل بداية الموسم بأنه ما عندنا استعداد لأي زراعة محصول الآن الموسم المقترع للموسم الصيفي أجيك رأيي لأسوالك المقترع للموسم الصيفي كان 36 ألف الف فدان الآن المزروعة فيها 26 ألف فدان بس المزارعين ما مقبولين لأي زراعة في الظل الحكومة البنك الزراعي كان وعد بيوفر مدخلات الانتاج هذا الأوفى بالمدخلات الانتاج الزراعي البنك الزراعي رق من معاناته مع وزارة المالية بمقابدات وبيتهاد شخصي من مساعدين ومديره العام لجوا للسعودية وجابوا مدخلات الآن فتح اليارة اليوم لحدها فتح كل فروعه بالغطاء بتاع الجزيرة 12 فرع في الجزيرة و14 فرع فتح مخازنه للتمويل وأجاز 1500 ألف جنيه والآن مخازنه ملانة بالداب وملانة باليوريا البنك الزراعي الآن بالرغم من معانات الحاكومة قدر اتهت ووفر الآن مدخلات قاعدة لكن نحن نناشد وزارة المالية وسيادة الدولة تقريف مع البنك الزراعي لأنه هو بنك حاكومي ما ممكن يصرف لك براه يجيب براه ويعمل براه حتى الآن ما ديونيتل عند وزارة المالية نحن متأكدين عند وديعة عن وزارة المالية ما تداليه فالمزا الذي يدعيق بزراعة السودان حتى نصل مشاريع المطارية الآن ما قادرين يسددوا للبنك الزراعي لأنه البنك الزراعي ما استلم منهم الزراع في الوقت المحدد النور الآن المشاريع المطارية ممويلة بتريولات الجنيهات دي كلها خسارة على البنك الزراعي نحن البنك الزراعي دي لابد من الدولة ووزارة المالية تقريف معاها عشان يدعم لنا الأصلة الوحيدة في التمويل بيننا وبين الدولة البنك الزراعي لأنه بيضمن 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 أنه التمويل دي يكون رجعي وزارة المالية زادة لما انتمويل عبر البنك الزراعي بيكون تمويلة رجعي لكن لو مولد عام عبر أي جهة المزارعين سيجزوا في التمويل صراحة كده لأنه المزارعين عنده غانون وعنده أسس وعنده ضوابط بيتخلي المزارع يسدد يعني نعم دفعان حشكري لك جدا في حلقة اليوم الري نعم في سؤال مساء الأخيرة تفضل طيب في آخر الآن المشكلات في الري مشاكل كثيرة في الري بالذات في أطراف المشروع نعم بالذات في أطراف المشروع نحن الموايا مفترطت تفكّلين يوم 25 خمسة الموايا تفكّت لنا يوم 30 ستة فدي مشكلة كانت في مشكلة السدود تأخير كبير كانت في مشكلة السدود الآن ترعى الجزيرة زي ما قلت 1774 ترعى ولا ترعى الآن مطهرة ولكن رأيك الآن في ترعى الجزيرة ما في الآن الموايا فكّوها بعدم أبواب التحكمات الموايا يتاحت كل الغرة مع الخريف ده يعني بدل إنه كان في عطش الليل اليوم في غرق في كل الغرة تصريف ما في المصارف مكسرة لابد من وزارة الري إن تستعجل الأمر وتتحرك في فترة الخريف دي لأنه الـ 26 ألف فدارة الآن للزرعة دي السيول غد تجتع فيها 12 ألف فدارة والمزارج يبقى العجز بدل عشر يبقى 22 ألف فدارة نعم وكثير من المشكلات دفع الله ربنا نعم في نص سانيتين أو ثلاث سوان عناشد سيادة الدولة بالتدخل في أمر مشروع الجزيرة وأمر الاقتصاد السوداني عشان نحن كمزارعين نعبر لكم بالاقتصاد الدولة شكرا لكم شكرا جزيلا السيد دفعال الكالي رئيس ممبر أحوال ومطالب مزارعي الجزيرة شكرا لكم ضيف عزيز في الحدث الاقتصادي متواصل مشاهدين بعد الفاصل الأخبار الاقتصادية أهلا بكم مجددا في الحدث الاقتصادي مشاهدين ونتحول الآن إلى أخبار الاقتصاد الولائية حيث بدأت في مشاريع السنار المروية عمليات زراعة محصول القطن بمساحة مستهدفة تقدر بألفين وستمائة فدان في مشاريع ود العباس والخيرات وغرسل وذلك رغم العثرات وارتفاع كلفة الوقود وغياب التمويل الذي صاحب الموسم وقال مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاة السنار مهندس الهاد الصادق إن وزارته استعدت للموسم الزراعي الجديد من أجل سد الفجوة الغذائية وزيادة الانتاج مشيرا إلى أن محصول القطن من المحاصيل النقدية المهمة الذي ينعكس أثره الاقتصادي إيجابا على المنطقة مبينا أن هناك مساحات أخرى مطارية ومروية ستزرع بالقطن لدعم الاقتصاد اجتحى فضاء فيضان نهر القاش مناطق واسعة من ولاة كسلة مخلفا خسائر في الممتلكات كما تضررت آلاف الأسر وتضررت محلية شمال الدلتا بعد أن تجاوز منسوب النهر الثلاث أمتار وعبرت المياه فوق الجسر عند منطقة شمال كاركون والصعيدة وأوضح عمدة شمال الدلتا طاهر علي حامد انهيار أكثر من ألفين منزل في مناطق براسيد وبينتاي وأجور جكام مبينا أن مياه النهر حاصرت تلك المناطق لأكثر من أربعة أيام مع استمرار الفيضانات وأطلق العمدة نداء للمنظمات الدولية والوطنية ورئيس مجلس السيادة لتنفيذ جسر جوي لإنقاذ وإغاثة أكثر من عشرة آلاف متضرر من الفيضان قال إنهم فقدوا المأوى ويعانون نقصا حادا في الغذاء عقب فشل سلطات ولاد كسلة في التدخل دشن والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوضل العاقب خدمة شراء المادي البترولية عن طريق تطبيق الهاتف وذلك بشراكة مع شركة ام دابليو للتقنية الحديثة وأكد والي الجزيرة أن تدشين شراء الوقود عبر تطبيق الهاتف يأتي تمهيدا للتحول الرقمي للتعاملات المالية الآمنة بالولاية وتقليل مخاطر السرقة من جانبه جدد مدير شركة ام دابليو معتز علي حرص الشركة على توفير الخدمة في جميع محطات الوقود بالولاية فيما أوضح مدير الإدارة العامة للمادي البترولية بالولاية أبو ذر أحمد أن برنامج الدفع الإلكتروني لمحطات الوقود الذي تتبنه إدارته يهدف لضبط وتسهيل عمليات الدفع وتأمين العاملين من مخاطر التعامل مع النقد المباشرة وهي خطوة مهمة نحو الحكومة الإلكترونية ومواكبة التقدم التكنولوجي أكد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف فيولاية نهر النيل المهندس المعتصم الطاهر اهتمام وزارته بصيانة الطرق والعبارات وذلك لتسهيل حركة المواطن والمركبات وتفاديل الحوادث وحفاظا على الأرواح والممتلكات وأوضح خلال تفاقده سعر العمل في صيانة وتأهيل طريق مطيور الباوغة سعي الحكومة الولاية إلى زيادة الآليات لتسريع عمليات الصيانة وإنجازه خلال أقصر فترة ممكنة في أخبار الاقتصاد الإقليمية علنت وزارة الخارجي المصرية أن إثيوبيا اخترتها ببدء الملء الثالث لسد النهضة وقالت أنها وجهت إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضا على خطط إثيوبيا للملء بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان وأفادت الخارجية المصرية في بيان لها أن الوزير سامح شكري وجه الجمعة خطابا إلى مجلس الأمن لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي واعتبرت الحكومة المصرية أن هذا الملء يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين البلدان الثلاثة في 2015 وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي متهمة نيثيوبيا بأنها أفشلت الجهود والمساعي كافة التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة وطالبتها بالامتثال لقواعد القانون الدولي قررت الجزائر رفع المقاطعة الاقتصادية عن إسبانيا عبر إزالة التجميد عن عمليات الاستراد والتصدير من المملكة وإليها المتخذ غودات قرار المجلس الأعلى للأمن بالجزائر برئاسة عبد المجيد تبون مطلع يونيو المنصرم القاضي بتعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار الموقعة بين البلدين في أكتوبر ووجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تعميما إلى مديري البنوك والمؤسسات المالية كافى بوقف تجميد تنفيذ أي عمليات توطين مصرفي لإجراء عملية توريد منتجات وسلع من إسبانيا وذلك بدءا من أمس الجمعة عالميا ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على الدولارين البرميل في جلسة الجمعة مع تحول الأنظار إلى اتماع مجموعة أوبيك بلوس الأسبوع المقبل وانحسار التوقعات بأن مجموعة المنتجين ستعزز الإمدادات قريبا وارتفعت العقد الأجلة لخام برينت تسليم سبتمبر دولارين وسبعة وثمانين سنة لتبلغ عند التسوية مئة وعشرة دولارات وسمة واحدة للبرميل لتصل الارتفاعات الشهرية إلى صفر فاصل تسعة من عشر بالمئة فيما سجلت الزيادة الأسبوعية ستة فاصل ستة من عشر بالمئة وزاد العقد الأكثر نشاطا لتسليم أكتوبر دولارين واربعة عشر سنة عند مئة وثلاثة دولارات وسبعة وتسعين سنة وفق رويترز بينما ارتفع خام مغرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين وعشرين سنة ليبلغ ثمانية وتسعين دولارا واثنتين وستين سنة بزيادة أربعة فاصل واحد من عشر بالمئة خلال الأسبوع الماضي مقابل خسارة شهرية بنسبة أكثر من ستة بالمئة في شهر يوليو كشف تقرير أن مجموعة أوبيك بلوس أنتجت في يونيو كمية من الخام تقل ثلاثة ملايين برميل يوميا عن حصصها المتوقعة وعز التقرير تراجع الانتاج إلى العقوبات المفروضة على بعض الأعضاء وخفض حجم الاستثمار ما أدى إلى تقويض قدرة المجموعة لتهديئة حدة أزمة الطاقة حول العالم ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر مطلع قوله أن نسبة نقص الانتاج لدى أوبيك بلوس قفزت إلى ثلاثمائة وعشرين بالمئة في يونيو من مائتين ستة وخمسين بالمئة في مايو ومائتين وعشرين بالمئة في إبريل وأشارت إلى أن النقص في انتاج مجموعة أوبيك بلوس من المستوات المخطط لها بلغ مليونين وأربعة وثمانين ألف برميل يوميا الشهر الماضي في ختم الحدث الاقتصادي مشاهدين إليكم تذكير بأهم العنوان خبراء في اقتصادية الثروة المعدنية يدعون إلى إزالة التقاطعات بين المركز والولايات واعتماد مبدأ الشفافية في نظام التعدين ارتفاع منسوب مياه نهر القاش يتسبب في انهيار ألفين منزل بمحلية شمال الدلتا ونداء لإغاثة المتضررين انخفاض انتاج أوبيك بلوس لنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا يفاقم أزمة الطاقة العالمية نهاية الحدث الاقتصادي مشاهدين تقبلوا تحياتي وتحايل فريق العامل شكرا للمتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة